مرحبا بكم تحية طيبة الجميع بالأمس السيدة أزيز غالي هو رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش شارك في الدوار وتحدث عن مجموعة من سيناريوات المتشائمة بنسبة المغرب فيما يتعلق بالوضع السياسي في المغرب مع الأسف مع الأسف على الأقل في هذه العشرية الأخيرة نعيش انغلاقا سياسيا بمعنى الكلمة نعيش انغلاق السياسي على المستوى والمؤسسة الحاكمة كانت توجهة واضحة في نغادي البلاد مرة كنا نذهب إلى أفريقيا مرة كنا نذهب إلى منطقات شمال أفريقيا والشرق الأوسط مرة كنا نذهب إلى أوروبا كانت توجهة واضحة في المغرب في نغادي لكن يتغير كل شيء مع الأزمة التي دائما متروحة والسؤال التي على الأقل تستطرح في الآوين الأخيرة عن من يحكم المغرب إذا قدرنا نجاوبه على هذا سؤال يمكنك أن نعرف المغرب في نغادي كنا نشكر كنا نعرف كيف يدير وتعرف كيف يمشي هذا سؤال مركزي الذي نجاوبه لهذا المغلاق هذا المغلاق السياسي كذلك لديه عكاس على المستوى الممارسة السياسية ومن رفقة مونيب في البرنامان وتعلم الأمر أن البرنامان لم يعد يناقش أي شيء والملاحظة والخلاصة التي قالت الرافقة مونيب أن من كان يعتقل في المؤسسات أظن أنه صدمة لن يتخل المؤسس لا يمكن لمؤسسة برنامانية تنتج القوانين 33-17 و 34-17 و 32-17 لبعث الأراضي المغرب كامل لا يمكن لمؤسسة برنامانية تختصر مشروع مجتمعي الذي يقدر على الحماية الاجتماعية في قانون الإطار في جوز صفحات ويحكمك من المعرفة في شعال منعام إذن هذه الأزمة هذه المؤسسة كذلك هي جزء من الأزمة السياسية زيادة على الخطاب السياسي فيما يتعلق بالمحور الثاني لأن الاجتماعي والحقوق هو الوضع الاقتصادي كذلك يعرفون غلاقا كبيرا أولا تراجع بـ 40% الاندستورياليزاة لأننا نتراجع بشكل كبير لأننا نتركز كثيرا على الخدمات والفلاحة بالنسبة للفلاحة بالنسبة للفلاحة هذه السنة الحكومة تتدار و تتدار لأننا تتدار 20% المداخل من المنتوجات الفلاحية تقريبا إلى 80 مليار درهم و تتدار 80 مليار درهم و تتدار 17 مليار متر كوب من الماء و تتدار لا يوجد في اسبانيا مثلا مؤخرا و تتدار بشكل كبير جدا من الإنتاج الفراز و الجمعة الفواكه و الخضار التي تستهلك و تتدار أراضي في المغرب بالهدف أن المغرب ينتج و تتدار و تتدار و الوضع هو ما وقع في أغادير أي شخص يرى الفرشة في أغادير ما بين 80 إلى 90 و ما وقع بعد 90 و ما يقع الآن هو نفسه الذي يتكرر في كثير من المناطق سواء في الغرب أو في العريش و الحوض الذي كان فيه فراز و فواكه الحمراء بشكل كبير و يرى فريتي تهبط كل مرة إذن هذا السكتور الفلاحة الذي سنبنيه عليه هذا من جهة و من جهة أخرى هذا تجعل الصناعة و المشينا في الفلاحة بشكل كبير يعطي أن الإنتجرات والإندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصاد العالمي بنيسبة 81% الخبراء الاقتصاديين تقول لك من أجل من أجل المشينا أو المشينا أو المشينا أو المواد كاملة التي تنتج على الإنتجرات في الاقتصاد العالمي أو المشينا أو المشينا أو المشينا هذا من جهة من جهة أخرى دائما في الجانب الاقتصادي لكي تملك الحكومة لا تشكلك لغادي للهوية كيفية الحكومة المغرب هذه 1-4 شهور وقعت الاتفاقية مع الوصيد لا تنظر في البرلمان أو هذا اتفاقية تحرم المغرب من الكثير من الامتيازات الضريبية هذه الاتفاقية التي تحرمت مع الوصيد لديها الرافعات الرافع الأول هي فيما يتعلق بالامتيازات الضريبية مثلا في البرلمان الأكسليرات المغرب يعطي مجموعة المتيازات الضريبية مثلا سأعطي 10% الضريبية الآن ماذا نفعل؟ فرضا تحدد الضريبية 15% ولكن هذا 15% عند المغرب عن شركة رونو سأخبر 10% فرنسا سأخبر 5% بمعنى لا تكون حكومة حكومة مغربية وتتوقع لهذه الاتفاقية والأوبيل الثاني سأخبر فيسبوك وغوغل الرقمي أن المغرب لا يفرض عليهم الدول المنشأ والدول التي لديها السياج هي فيسبوك المغرب لا يأخذ ريال في إيرلندا كيف حكومة تصل وتصادق على هذه الاتفاقية كيف تربح مرة المواد الضاربية هي الدولة الاجتماعية ثانيا مؤسسات شريعية كيف يتم الاتفاق تصدق تصدق من المغرب المغرب في المغرب ويقومون بإمكان ويقومون بإمكان المغرب المغرب يومين سنقومون تصدق وعندما ربما تتبع التقرار لكويد في الجمعية وعندما في شهر من المغرب يأخذ سبعات الكريدي شرق إذن هذا الاتفاق الذي توقعت مهم من بعد ونعرفه مين إذن هذا الانغلاق الاقتصادي كبير لأن النسبة النمو عيب في حال المغرب بالإمكانية لدينا 0.8 في النسبة النمو مع العلم أن الطمور المغرب هو 1.4 إذن 0.8 لا يوجد الإمكانيات لا يوجد شيء إلا أن تسلف لكي تستطيع تملأ هذا الفراغ إذن هذه الوضعية ككل قبل أن نصل الجانب الاجتماعي أعطيتنا وضعية الفقر بإمتياز في المغرب جائحة كبير أعطيتنا مؤشرات كبير هي أن نسبة الفقر ضربت في سبعة إلى ما كان قد ونسبة الهشاشة ضربت في جوج نفرق بين الفقر والهشاشة لا يوجد لأن المغرب لا يوجد المغرب ونسبة للحكومة بالنسبة الاقتصادية أو الحكومة فهي تستطيع الفقر هي الناس التي يعيشون بقل من دولار ونسبة دولار ونسبة لا يكمل لأن الفقر في دولار الناس فهي تستطيع ليس في دولار فهي تستطيع من الدولار ونسبة كان الدولار ونسبة إلى التعالي فهي تستطيع من الدولار ويبقى 10 سنين ولكن هناك الدولار للفقراء هو التالي هو الذي يعيش في دولار يمكن أن يتخيل ما يعيش باستة دراهم وثمانين في النهار يمكن أن يتخيل ما يعيش باستة دراهم وثمانين في النهار وهذا يعني جوشة المليون المغاربة هذا المغاربة الذي يزيده من 10 دراهم هذا لا يمكن أن تقوم باستة دراهم إذا هذا هو الحساب الذي يحتوي كيف سنقوم بمواطن يتعيش باستة دراهم ودخله اليومي هو 6 دراهم بهذه الإنفلاسيون الكيناة إذن هذه الإزمة الاقتصادية والإزمة السياسية مع الأسف دولة الجواب ديالها الوحيد لكي ترقى هو القمع وهنا أختلف مع كثير من الرفقات والرشاق الذين يتحدثون على الردة الحقوقية ففي تقديري ليست هناك ردة حقوقية لأنها لم تكن هناك أصلا حقوق إنسان بشق الردة يمكن أن نظر على الردة فإن نظر على فرنسا مواقع في ليجيليجون ردة حقوقية لأنها كانت مجموعة المكتسبات وتم تراجع عليها نحن عمر لم تكن هناك مكتسبات ظاهرات الاعتقال السياسي في التقارير الجمعية منهم الذين كانت ديره في 94 دائماً عدد المعتقالين السياسيين المرتفع لأننا نأخذه فقط سنة 2017 دائماً نأخذها كمرجع وصل عدد المعتقالين والمتابعين السياسيين لـ 1700 حالة التعديد 680 حالة التعديد كانت عندنا في التقارير الجمعية إذن هناك درد الحقوقية في 2017 كمنا مزيئة الآن لماذا كانوا تقيم لهيئة الإنصاف والمصالحة من بعد 17 سنة تلقاوا لأن مع الأسف المسؤولين على هذه البلاد حتى الخلاصات والملاحظات التي كانوا اعتبرنا أنه حد أدنى وصلنا على أن نسميك ديفي للكرامة الإنسان والتصحيح البلاد لا تتطبقاً بعد 17 سنة نرى التعديد والحالة والإختفاء القصري التي نحن في التقارير الجمعية كانت تضرع على 74 حالة في حالة النصين لكي تضرع على 6 حالات وكي تضرع على حالات بشكل كاريكاتيورية لا يوجد الوقت لن نوقف عندها وتشوفوا الدولة كيف تتعامل مع الأوضاع بالنسبة لحرية الصحف دائماً كانت هناك متابعة للصحفيين عمر التقارير الجمعية شي سنة ما جئنا وقلنا هذا العام لم يكن متابعة للصحفيين لم يكن متابعة على الأقل دباف من أمريك المدوينين تقارير السنوية التي يمكن أن يخرج قريباً على السنة لم يكن متابعة ولم يكن متابعة لباقي المعتقلين ومجموعة العياج الصحراويين فقط في عمر التقارير المدوين كانت متابعة 65 مدوين وصحفي بمعنى لا تتعامل أو تتعامل يعني الاعتقال تدوينها كانت تلالات سنوات السيجن يساعدها العالمي ومتابعة آخرى يلا داروها لها كانت عندها واللبارة وتعجلات الجلس فكيفاش نتصوره حقوق الإنسان لانستاتيوفيك أعتكد تسمين ديال الحبس ربما الوضع أنا بعد مرة تنقولها ويختلفوا معي بعض الرفاق تنقولها أن ما نعيشه أو ما عيشنا في سنة 2017 وهذا أسوأ حتى من سنوات الرصاص لأن عدد المعتقلين السياسيين يلا أخذينها في 86 و87 كنا في 380 و400 ديال المعتقلين السياسيين كانت تكساعدين لألف وسبعينة هذا من جهة من جهة أخرى اعتقالات الحركة الماركسية كانت واضحة كانت صراعا من أجل السلطة من أجل إسقاط النظام وكانت 20 عام و30 عام ديال الحبس المعتقلين ديال الريف خرجوا من أجل المدراسة من أجل السبيطار من أجل الخدمة واخذوا 20 عام ديال الحبس فما هو أسوأ أنت تحاكم بـ 20 سنة وأنت تطمحوا للسلطة أو تحاكم بـ 20 سنة وانت تبحث فقط على مدراسة وتبحث فقط على أنسيرويس لا تبحث عن السبيطار تقربوا ذلك السبيطار محمد الخامس إذا الوضعية الحقوقية سيئة جدا ليس الجانب الاجتماعي وليس الجانب الاجتماعي لقد قلت لكم سيئة الهوية ربما الكثير الآن يتعلم أن اليروذونية الفوسفات زادت هذا العام نظل مداخل الفوسفات هذا العام الشفر الضفر حقو 80 مليار درهم ولكن المشكلة أن هذا الشفر الضفر يأتي الميزاني في 2023 تلقى المساهمة لأسفة 10 مليار درهم في حين أن نفاش كنديروا الكالكول تلقى على الأقل خصوصاهم ما بين 20 و 25 مليار درهم ويقولون أن الفوسفات تباعته ولكن لا تقولون لماذا ترتفع هذا المدخول ليس سببين السبب الأول أن الهند وهنا فقط نضرع السوفرانتة الدول والتي ترفض أنها تصدر الفوسفات لماذا؟ معتبرة احتياطي لها أنها تحافظ عليه وعرفة أن التوراة الخضراجية وأنها تحتاجة كثيرا لذلك تقلل كثيرا ومجموعة الأسواق الخارجات من الهند ودخلنا المشكلة المشكلة من هنا العامين من هنا العامين أن الفوسفات التي تشريح في أوروبا سيهبط من المغرب سيهبط تقريبا 41% وقفة 50% لماذا؟ لأن المشكلة في أوروبا لا تسرد من المغرب إلا الفوصفات وقفة 4 عام فهذا سأطيب الضوء من أجل الاشتغال على هذه المسألة ومن بعد أن يتوقف. إذن جمعة المداخل لبلاف جولت هذه الهاوية هنا أولا هذه الضرائب للغافة المشاة والوصيدة والمستثمار المستثمرين وكذلك هذه المداخل للفصفة. وسط هذا كامل تجيمة الحكومة وكتضر على الحماية الاجتماعية والدولة الاجتماعية. هنا نعطيه مثلا الحماية الاجتماعية أو الدولة الاجتماعية. المدارس الكبرى لكي نعرفه نحن فيه. المدارس الكبرى المرتبطة لا بالتغطية الصحية ولا بالحماية الاجتماعية كانت ثلاثة المدارس الكبرى وكانت الوصد منه. كان المدارس بيسماركيين في ألمانيا 1880 الذي يتبع على المساهمة أنك تساهم وكتسافد من الخدمات. لا يمكن أن تدخل المساعدة قليلا. وكانت الوريجين بيفيرجيين في 1942 الذي كانوا يعمل بيفيرج وهو التمويل الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية كله من الضرائب. مثلا نعطيه مثال المساهمة الدولة والضرائب في المنظومة الصحية الانشاسة بريطانيا حقا 85% كل شيء من الضرائب تقريبا. كان الكنيسة عندها ومساهمة الأفراد ضعيفة جدا. وهنا يريد أن يرى في هذا المنظومة سيكو وميكل مور معينة النقطة كبيرة. الماركونت يتركوا في المنظومة ويقف مع مجموعة وفي مجموعة في المنظومة الأمريكية ويقومون بإبساطة عن تدخلها ومتعلها هذه الحماية الاجتماعية. ومن الثانية الأمريكية تعتمد فقط أن يتدخل فقط في الأزمات الكبرى أو لدى بعض الفئات الهشة مربما لجميع التباق النقاش اللي كان على الأوباما كير والمحاولة دي تغيير المنظومة وكيف شطبلوك بنسبة للتحركات أو للظهور ديالها غالي في وسائل التواصل الاجتماعي في الإعلام اللي هو خاص على الأنترنت نرى بأنه على مقاربة تتحاول أنها تكشف مجموعة من الخروقات التي كانت في المجتمع التي كانت على خصوص في البنية الاقتصادية للمغرب يعني لكي نتكلم عن الحقوق للإنسان لم نكن نتكلم عن الخروقات هنا نقاط 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 دينامية ما يسمى بالإنصاف المصالحة وأننا طوينا صفحة الماضي إلى آخرين ولكن هناك جرائم ليس جرائم الدولة المباشرة التي كانت في سنوات الرصاص وكانت عندها السياق ديالها الخاص ولكن كذلك هناك خروقات التي هي مجتمعية التي تقوم بها طبقات ضد طبقات أخرى التي تقوم بها في التقافة مثلاً ضريبية أو في التقافة الاقتصادية أو في الاقتصاد الرئي إلى آخرين هذا يكون نخص يتعرع والمهمة من المعارض لأن المعارضة في الحقيقة لا يمكن أن يكون واضحين لذلك يقول لك الحزب الفلاني الآدلة المتنمية أو الإتحاد الاشتراكي أو الزينة أو فلان هذا ليس معارضة هذا مجرد يعني أشخاص تحيحوا على بعض يدهم في حدود معينة المعارضة هي واحدة المقاربة التي تكون نقدية لبنية السلطة ككل تكون لدينا سلطة مقابل سلطة أخرى تراقبها تنتقدها تتصيد غفوات يعني الغفوات يعني أي خطأ يعني كتكون دائرة في البن أنه كانت سلطة أخرى وكانت صحافة وكانت منظمات وكانت مشتمع مدني إلى آخرين هذا شيء كامل يخلق لنا واحد الوعي واحد الوعي يعني ممارسة سياسية ديمقراطية للأسف كنت نرى أن الأحزاب هي راكدة هي جميعها وجوه مختلفة لعملة واحدة يعني وخل ألوان مختلفة رأيديولوجيا واحدة كلها يعني كما اسمها الزفزافي حوانيط سياسية كتحل لأن الانتخابات كتبعوا تشريكة أود لا يوجد تقطيع لا يوجد أمل ملموس لا يوجد تواصل يومي لا يوجد تقطيع المواطنين ولا تؤثروا في الوسط الشعبي إذن هذه المعارضة الحقيقية التي تقوم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي يقوم بها الحقوقين والناس المغيرين على الوطن إذن فلن تكلم غالي أو أي شخص آخر فهو بالترجة الأولى إنسان عنده غيرة وطنية بغي الأفضل لبلاده بغي كذلك واحد بلاد المغربية التي تعتبر فيها المواطن هو القيمة العليا وهو الغاية للسياسات العمومية التي ترفع من الشأن والتي تأزز القيمة وتعطيها قيمة وتعطيها وتحفظ لها هذه الكهرامة وهذا الشكل كامل أراها معروف معروف يعني أن هذه الأمور لا تفرش في المغرب ومدام لا تفرش يجب المجمع المدني يكون واعي ومنضل ويخلق نقاش وهذا هو أهم النقاش الأمومي يستمر لكي نوصلوا إلى الأفضل وخصة ثقافة الحلول كذلك عندما لا يكتب فيه فقط يقولوا هذا خيب هذا خيب هذا خيب لكنه من سهل أنك تقدم بديل وبديل يكون بالناء ويكون موضوعي ويكون واقعي ويكون كتلائم كما الواقع إذن عندما تريد أن تتعرف المشكلة تبحث عليها في الواقع ولكن عندما تريد أن تقترحها حل كن واقعي ونرى إلى أي حد يتلائم الواقع إذن هذا هو المنظر والرأي بشكل أهم في السيد عزيز غالي في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أصدقائي المشاهدين ممكن لكم ادليوا بالأرأة وممكن لكم تشتركوا على القناة ويكتشفوا المزيد من الفيديوهات لمراجعة الكتب ولمواضيع سياسية واجتماعية حول المغرب إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر